بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ مساعد دكتور أشرف محمد علي بنقدم لكم المحاضرة التانية الخاصة بمادة السيجنل الهدف من المحاضرات دي هي التبسيط المادة العلمية في شكل مبسط جدا بحيث ان هو يسهلك المادة بتاعت السيجنل اللي الناس كتير بتشتكي منه ان شاء الله الفيديوهات ديت لما تسمعوا كويس ان شاء الله هتبقوا متمكنين من المادة بتاعت السيجنل الموضوع بتاعنا اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو واول حاجة هنتكلم فيها يعني هتعمل عملية تحويل بتاعك اللي هو بتاعك هزا التحويل بيشمل ايه ان انا بعمل فيه زي مثلا اول حاجة هتكلم عنها اللي هي التايم اسكيلين تعالي نشوف كده مع بعض يعني عندي السيجنل بتاعتي اكس اوف تي بالشكل اللي قدامي ده زي المسلس اللي قدامي والمسلس ده زي ما احنا عارفين المفروض ان هو زي خط مستقيم هنا من ناحية اليمين وخط مستقيم من ناحية الشمال يعني هو عبارة عن معادلة خط مستقيم خطوط مستقيم يعني خط مستقيم من ناحية اليمين وخط مستقيم من ناحية الشمال طب انا عندي الاكس اوف تي بهذا الشكل دي سيجنال او اشارة معينة تعالى نشوف لما يجي يقول لي هاتلي سيجنال تانية اسمها واي اوف تي ليه علاقة بين اكس اوف تي انها بتساوي اكس اوف اتنين تي ده اسمه ان انا عملت ايه تحويل للانديبندنت باريابل اسمه تي عملت في ايه عملت في سكيلينج وزي ما انت شايف في المربع كاتب لك الالفا باتنين لاحظت ايه اللي حصل في السيجنال بتاعتك حصل فيها يعني السيجنال بتاعتك اتضغطت يعني تلاقي القيمة اللي كانت عند الواحد اصبحت اللي هي قيمة عند الواحد كانت بزيرو اصبحت بدا الواحد بقت بكام بقت بنص والقيمة اللي عند الصفر لما اقسمها على اتنين تبقى بكام بصفر زي ما هي والقيمة اللي عند سالب واحد لما اقسمها على اتنين تبقى بكام بسالب ايه نص يبقى كل اللي انا عملته عملت ايه المحور بتاع الاكس اكسز اللي بيمثل التي اسمته على بتاعي اللي هو الاتنين يبقى ناخد بالنا ما نتخدعش لما يجيلي اكس اوف اتنين تي ما رحش ضارب القيم اللي على ال اكس اكسس في اتنين لا انا اعمل ايه اقسم القيم اللي على ال اكس اكسس ايه على اتنين زي ما احنا شايفين قدامنا كده يبقى الواحد تصبح نص الزيرو تصبح زيرو السالب واحد تصبح سالب نص لان انا اسمت على اتنين طب تعالى نشوف حاجة تانية توضح اكتر طب لو كانت اكس الواي اوف تي بتسوي اكس اوف نص تي احنا قلنا بنقسم المعامل اللي مضروف في تي فلما اقسم النص تصبح كأنك ضربت في اتنين يعني تقسم على نص كأنك ضربت في اتنين فال اكس اوف تي الاصلية اللي هي رقم ايه الواحد عندك يصبح كام يصبح اتنين الزيرو لما تقسمها على نص كأنك ضربتها في اتنين يعني زيرو في اتنين بزيرو زي ما احنا شايفين السالب واحد عندك بكام لما تيجي تقسمه على نص يعني كأنك ضربته في اتنين فأصبح كام سالب اتنين زي ما انت شايف في الشكل اللي عندك في رقم C ولاحظ ان الارتفاع بتاعك واحد يعني اللي ارتفاعنا مليش دعوة بي انا شغلي كله على X axis وليس على Y axis لان هو بيتكلم على T يبقى اذا نكرر كلامنا ونعيد الكلام لو قالك X of alpha T بقسم على قيمة الالفا القيم المتواجدة على X axis طب دي بالنسبة لو السيجنل دي نفس الكلام بالنسبة لل بس فيه بس ايه تركة صغيرة قوي ممكن تقع فيها تعال بص معايا كده لما السيجنل بتكون وطبعا كلنا عارفين يعني متقطع يعني زي الشكل اللي انا بشاور لك عليه بالماوس ده لما يكون ال X of N بهذا الشكل طلب من سيادتك X of 2N هتيجي انت تدص كده تقول لي ايه ده هو انت حريقتك عملت ايه ده المفروض ان انا ما بقول زي اللي فوق 2T انا عملت ضغط السيجنل لما كانت نص T كاني ايه عملت تخلخه للسيجنل كاني السيجنل كانها تفردت شوية فالمفروض ان اتنين ان تبين انها مضغوطة انها مبادرة في قيمة تبين مضغوطة على فكرة هي دي تعتبر مضغوطة بس انت مش واخد بالك هنشوف ازاي القيم اللي عندك زي ما اتفقنا هنعمل نفس الاسلوب اللي احنا قلناه في الكونتينواز هنقوله في الديسكريت ان القيم اللي على الex اكسس هنقسمها على قيمة الالفا قيمة الالفا عندي هنا بكام باثنين طب زيرو على الاثنين فيها الكام فيها الزيرو وتاخد نفس القيمة او نفس الارتفاع اللي عنده الزيرو طب القيمة عند الواحد ارتفاعها مثلا الارتفاع الصغير اللي قدامي بس واحد على الاثنين بكام بنص مفيش حاجة في الديسكريت اسمها نص فعشان كده السيجنل دي مش هتصهر عندي الناحية التانية طب عند الاثنين لما اقسم الاثنين على الاثنين اللي هي قيمة الالفة بتاعتي فاتنين على الاتنين تصبح بكام بواحد يبقى عند الواحد هيجي للارتفاع ده وهو ظل ظهر عندي ان عند الواحد ظهر لي هذا الارتفاع نفس الكلام التلاتة اللي انا مش هقول لك عليها بالماوس لما تيجي تقسمها على الاتنين تبقى كام تبقى واحد ونص ما فيش حاجة اسمها في الديسكريت قيمة بواحد ونص الديسكريت بياخد ارقام صحيحة الان بتاخد ارقام صحيحة فواحد ونص ده مش موجود يبقى طيب الاربع لما اقسمها على الاتنين تديني كام تديني اتنين الاتنين ده رقم صحيح يبقى موجود واخد الارتفاع بتاعه يبقى في عندي عند الاتنين حيتواجد هذا الارتفاع كل اللي حصل ايه ان الارقام الفردية عشان بقسمها على اتنين بديديني كسر اتلغت يعني كأني عشان برضو اوضح لك اللي حصل ان كل اللي حصل عندك ان القيم دي كلها اللي هي عند التلاتة وعند الخمسة وعند الواحد لما بقسم على اتنين بيديني كام بيديني قيمة كسرية حاجة ونص فكل القيم دي تلغت يعني كل القيم دي تشالت لما عملت اكس اوف ايه اوف اتنين اه ان فاديتني الشكل اللي هو ايه اللي قدامي الناحية اللي على اليمين كل ده اللي اتعمل بس والقيم اللي عندي الاتنين لما تقسمت على الاتنين بقت بواحد والاربع لما تقسمت على الاتنين بقت باتنين والستة لما تقسمت على الاتنين ب EL pon 3. ونفس الكلام الناحية التانية السالب اثنين لما اتقسمت على الاتنين بسالب واحد. والسالب اربعة لما اتقسمت على الاتنين بسالب اثنين. وسالب ستة لما اتقسمت على الاتنين بسالب تلاتة. فهو ده اللي موجود قدامي في الشكل العلاليمي. يبقى دي اول حاجة في الترانسفورماشن اللي هي التكلمنا عنها في جزئية الكنتينواز وفي جزئية تمام كده? نستكمل مع بعض. الجزء التاني اللي هو تعال نشوف مع بعض. هو رسم لك شكل بسيط قوي. لو عندك بالشكل اللي قدامي ده ما بعمل بعمل مراية حوالين الواي اكسس. مراية يعني ايه? تعال برضك نوضح من خلال الايه? الالم بتاعنا. يعني دلوقتي. الخط اللي حضرتك شايفه ده. المفروض انه تعمله مراية حوالين الواي. فلما تعمله هيصهر لك الايه الخط ده? مش ده كان لحد تي اتنين. فلما انعكس مع المراية بتاعته بقى الايه لسالب تي اتنين. والخط التاني برضو يتعمله مراية اللي هي حوالين ايه? الواي اكسس. فيبقى اللي هو عند سالب تي واحد يبقى الناحية التانية عند تي ايه واحد. يبقى فيه خطين خط اه حصل له مراية فنقل لي الخط زي الخط اللي قدامي اللي انا شايفه ده. والخط التاني اللي على الشمال اتنقل بقى على اليمين في الناحية التانية. لو كانوا خط واحد تنقل خط واحد لكن هنا خطين. فكل الاختصار لهذا الكلام اللي انت بتعمله بس انك انت مجرد انك بتعمل مراية حوالين الواي اكسس. وده بيتعبر عنه زي ما انت شايف واي بتكتب بتساوي اكس اف سالب تي. يبقى لو كانت السيجنال بتاعتك قلت لك ابراية عليها اكس اف سالب تي. كل اللي انت بتعمله بتعمل مراية حوالين الواي اكسس. تمام كده? طيب. نستكمل. لو عندك سيجنال بهذا الشكل قلت لك عايز جي اف سالب تي. يعني يعمل لها تايم انفرجن. يبقى انت هتعمل مراية حوالين مين يا جماعة زي ما قلنا هتعمل مراية حوالين ايه? حوالين الايه الواي اكسس. زي ما احنا قلنا. فيبقى هنا المستطيل اللي حضرتك شايفوا ده. تمام? هي ايه? حيتعكس الناحية التانية كده. بنفس شكله. يبقى من زيره لسالب ايه? من زيره لسالب اربعة. يبقى ده الناتج بتاعي فقط اللي هو ده. اللي هنشوفه في الاجابة بتاعتنا زي ما انا ايه? هوري هيلك كده بالزبط. اللي هو نشوف مع بعض اهو. دي النتيجة بتاعتنا انه هو عمل مراية حوالين الواي فا ظهر عندي من زيره لسالب اربعة بهذا الشكل اللي احنا شايفين. تعال بعد كده نتكلم في برضو في على حاجة اسمها ودي سهلة جدا. انا عندي اسمها اكس اوف تي. فعملت ايه في بتاعتي? تعال نشوف احنا عملنا ايه? تعال نشوف احنا زي ما بنقول تعال نكمل احنا دلوقتي عندنا اللي موجود عندي السجنل بهذا الشكل في الاكزامبل فعايز اعمل لها طايم شيفت. طيب طايم شيفت يعني ايه مثلا? ان انا بزحها. طيب بتاعها يعني زي ايه? بقول ويف تي بتساوي اكس اوف تي ماينس اتنين. لما يحط في التي كده تي ماينس اتنين ان انا بزيح السجنل. لاحظنا ايه? لما قلت تي ماينس اتنين انا زحتها باتنين ناحية اليمين. يعني النص ده لما زيحه باتنين كاني زودت عليه ان انا بزيحه باتنين يمين يبقى انا زودت عليه اتنين ناحية اليمين. يعني النص ده لما تزود عليه اتنين بقى خمسة على اتنين زي ما انت شايف. السالب نص بتزود عليه اتنين يبقى بقى واحد ونص اللي هو تلاتة على اتنين. يعني دايما انك بتزود القيم اللي هنا لانك بتزيح ناحية اليمين. الازاحة ناحية اليمين يعني تزويد القيمة بتاعتك انا خلي بالك شغلي كله على تمام يبقى الازاحة مينس اتنين تعني ان انا بشفت اتنين ناحية اليمين فبنكتبها كده ان النيجاتيف لو الاشعارة الازاحة ناحية اليمين يبقى انا بزيح السجنال الاصلية باتنين ناحية اليمين تعالى سجنال تانية سجنال تانية اكس اوف تي عندي عند الواحد والسالب واحد ارتفاعها بواحد بس المرة دي سميت سجنال في اوف تي بس بتساوي اكس اوف تي بلاس تلاتة احنا قلنا الازاحة لو كانت تي مينس اتنين بتشفت اتنين ناحية اليمين يبقى اكيد تي بلاس تلاتة ايه بشفت تلاتة بس ناحية ايه الشمال يعني القيم اللي عندي على الاكس اكسز الواحد دي حطرح منها تلاتة مش هزود بقى حطرح يعني واحد اطرح منها تلاتة تبقى بكام واحد نقص تلاتة بكام بسالب اتنين زي ما قدامك السالب واحد نقص تلاتة بكام بسالب اربعة زي ما قدامك والصفر بسالب تلاتة وارح ايه راسم الارتفاع واحد ده ما جيش ناحيته بنأكد على المعلومة ان البوزيتف مينس ان الشفت بتاعك ناحية الليفت ان التشفيتة بتاعتك ناحية الشمال يبقى النجاتب التشفيتة بتبقى ناحية اليمين بالقيمة اللي هو كاتبها لك والبوزيتف بتبقى التشفيتة ناحية الشمال بقيمة اللي هو كاتبها لك. طب افرض ان جالي سيجنال حصل فيها حاكتين يعني جيفين اكس اوف تي وريكوارد اكس اوف اتنين تي زائد تلات. حصل حاكتين وشفت. اعمل مين الاول? لازم تعمل الشفت الاول وبعدين. ازاي الكلام ده اهو. انا عندي اكس اوف تي دي السيجنال الاصلي. انا حزوك حشفت كم تلاتة? زائد يبقى شفت يمين ولا شمال من اللي فاتت? يبقى شفت ناحية الشمال عشان هي بوزيتف. وشفت قد ايه? تلاتة. يعني الواحد بتاعتي تبقى عندي سالب اتنين والسالب واحد بتاعتي تبقى عندي سالب اربعة. اللي لسه ايلها هي نفس الكلام اللي لسه ايلينه في السلايد اللي فاتت. طب بعد ما عملت كده اقابلايد اتنين تي. احنا لما بنضرف في اتنين قلنا الحاجة اللي بنضرف فيها دي هي اللي بنقسم عليه. يعني القيمة اللي لازقة في تي دي بتقسم عليه. فانت كل قيمة عندك هتقسم عليه. يعني السالب اتنين هتقسمها على اتنين تبقى بسالب واحد. السالب اربعة هتقسمها على اتنين تبقى سالب اتنين. ونروح رسمين الارتفاع بتاعك اللي هو الواحد ما نعملش في حاجة. كده الاجابة بتاعتك صحيحة. يبقى بكرر لو حصل وحصل لازم اعمل ايه يا جماعة? لازم اعمل الاول وبعدين طبعا هنا هو عامل الاول وبعدين بتبقى نتيجة مخالفة. فما دي كانت على هعمل اتنين تاني اهو هنا بيأكد ان انت بتعمل الاول وبعدين الاول. لو كان عندها يعني حاجة نفس الكلام هنعمل الاول ادي الاول هنعمل الاول زائد تلاتة برضو نفس الكلام يبقى حنشفت بتلاتة ناحية الشمال. يعني اللي عند الاتنين ننقص منه تلاتة يبقى عند سالب واحد. واللي عند الواحد يبقى عند سالب اتنين او نوريك الشكل او الاجابة اهي. اللي عند الاتنين بقى عند سالب واحد. اللي ارتفاع اللي كان عند الواحد بقى عند سالب اتنين. اللي عند سالب واحد اللي كان نازل بسالب واحد اصبح عند سالب اربعة. اللي عند سالب اتنين اصبح عند سالب خمسة. بعد كده اعمل اعمل ايه? ان انا اقسم القيم اللي عندي اللي عال واخد بالي لو جالت لي قيم كسرية الغيها. تمام? ادي الستب التانية. ان انا عندي عند سالب واحد. لما قسمتها على الاتنين اصبحت سالب نص. فدي ما ما تظهرش. سالب اتنين لما تقسمها على الاتنين تديني كام? سالب واحد. ادي سالب واحد. يبقى ارتفاعها قدية واحد يبقى ادي عندك زهرة. عينة زهرة اهي. السالب اربعة في عينة. تقسمها على الاتنين. تديني سالب اتنين ونزلة بسالب واحد يبقى تنزل عندي بسالب واحد. السالب خمسة. بسالب خمسة على الاتنين ما تصهرش عندي. اللي ظهروا عندي بتوع فقط. اللي هما سالب اربعة وسالب اتنين لما تقسموا على ال اتنين فدي النتيجة النهائية. برضو بيأكد طبعا كده انا خلصت برضو الجزئية بتاعت الايه الطايم الترانسفورميشن اف اندبيندن اه وحنستكمل المرة الجاية انا مش عايز اطول في المحاضرة عشان تبقى سهلة بس يا ريتي يا جماعة تدوني تعليقات اه بالمتطلبات اللي انتوا عايزينها مني وبشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.